الانفستجيشن اللي هي فحوصات فحوصات ازاي نحالك الخطة العلاجات تمشي ازاي العلاج دايما بنبقى حسب الحالة يعني احنا عندنا تلات حالات تلات كروت عندنا في عندنا اللي هو العيان اللي عنده شرخ شراجي حديث ده مجرد علاج دوائي تمام ومعه علاج تحفوزي تمام لو احنا ادين علاج دوائي لحسنا احنا نساعد على التقام من منطقة بتاعة الجرح دوت وادين علاج تحفوزي اللي احنا ازاي نعلم المريض او اللي احنا ممكن حتى نبعثه للدكتور تغذية زميل ان هو يعلمه ازاي يقدر يحافظ على نفسه مجرد بقى عنده مشكلة في الامساك او الاسهال يبقى احنا كده جنبنا المريض دوت ان هو يتحول من شرخ شراجي حديث لشرخ شراجي مصمد ده كده عيان الممكن العيان دوت لو الالم زيادة عنده ممكن نحقله بوتوكس البوتوكس مزدو ان احنا حاجة بتضعف عضلة الشراج نسبيا بتخلي الدم يوصل بشكل كويس اوي لمنطقة بتاعة الشرخ فيبطي يقدر يحصل له التقام وتصرع عملات الالتقام بدون الفنش شديد دوت البوتوكس بتحلل مرة واحدة بس وبتحلل العيان اللي هو الشرخ الشراجي الحديث يعني العيان اللي عنده شرخ شراجي مزمن ما بنحقلهش بوتوكس خالص والعيان اللي عنده شرخ شراجي حديث بناقله بوتوكس مرة واحدة بس مش محتاجينه اكتر من كده البوتوكس هو مفعوله بيقعد تقريبا من 4 تشوه إلى 6 تشوه حسب نوعية البوتوكس اللي حم نستخدمه إحنا المريض بيحصل له يهينج في خلال شهر فإحنا كنا نبقى إحنا طمنا تماما على المريض ولكن البوتوكس يعني لي ميزة أو لي عيب ميزة إن هو الحمد لله بيخلي مريدي يعني يعدي ويأوفرقام القصة ديه بسرعة عيب وبقى إن هو محتاج يتحساسها شوية ويحسب الجرعات بشكل دقيق منفعش لحنا نحقن بوتوكس كده وإحنا ما نعرفش لسبب بسيط لإنه إن إحنا حقلنا كمية زيادة الإضعاف بتاعة عدل الشرق بيبقى زيادة فيقدر يحصل المريض دوت حاجة اسمها سلس براز أو عدم تحكم في الإخراج تمام لي فترة الأربعة شهر أو ستة شهر اللي هو حايا فيهم بوتوكس فالبوتوكس محتاج جراح عنده خبرة كديرة جدا بفكرة اللي أنا أحقن أديه جرعة بالزبط حتى مفروض إحنا بنحقن أقل من اللي لازم يعني مش بنحقن يعني أنا مثلا لو أنا جرعة مثلا بتاعتي بتكلم مثلا 40 يونت طبعا فأنا مفروض أنا نحقن مثلا أي 30 لو بتكلم من الجرعة بتاعتي 10 يونت مفروض لأنا بحقن 5 يعني بحقن أقل دايما لإن أنا ممكن نحقن للمريض مرة واثنين بس لو أنا حقنته بالزيادة ماشي ممكن أسبب له مشكلة طبعا تبقى بالنسبة له حاجة تعيسة ده اللي هو العيام بتاع الشرخ الشرق الحديث الشرخ الشرق المزمن لو هو ما عندهش ولا إمساك ولا إسهار ولا بيقعد لفترة طويلة هو مش حاسب حاجة مغرد حت الجلدة خارجة مبارك ما عندناش مشكلة خارجة العيام بقى اللي هو إيه اللي هو حصله شرخ الشرق الحديث على شرخ شرق المزمن يعني بدأ يحصله الريكران تريد بتاعه بقى عالي إنه هو كل شهر أو شهرين بي بيدي يحصله الألم هي القصة كلها اللي احنا لازم نشير الاسكار دوت أو نشير الناد بديات ونعمل عملية إضعاف للعضلة حتى في الجراحة دلوقتي ما بقاش يعني كان زمان كانت من ضمن الخطة الجراحية زمان في الجراحة قلنا من لحن نستقصر الشرخ وبنقطع جزء من عضلة الشرق حاليا في الجايد لينز ما فيش قطع لي عضلة الشرق تماما حتى في الجراحة تمام فأصبح للفكرة بتاعت العينين اللي أقولك إحنا نعمل الشرخ خايفين على عضلة الشرق لا يا جماعة ما تخافوش لأنه خلاص حتى في الجراحة التقليدية ما بقاش فيه قطع في عضلة الشرق ما بقاش ليه أي قيمة تماما فبنشيل الاسكار دوت سواء كان بالجراحة التقليدية أو بالليزر الليزر فكرته اللي حب نعمل كواجيوليشن أو بنعمل بنوة الخلايا اللي موجودة بتاعت الاسكار ونسي فيه جسمه اللي يتعامل معها بيبطي ينزلها على شكل نقاط دم ونقاط بلازمة على مدار أسبوع وعشر تيام وبتطي يحصل الهيلينج أو الالتائم مثل الطريقة ديت إن هي أقل في الألم من الجراحة فترة النقاها أقل من الجراحة الإفكت بتاعهم هما الاتنين واحد يعني الإفكت بتاعهم هما الاتنين واحد